استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة وضبط جرائم غش مستلزمات الانتاج الزراعي والداجني والحيواني فقد قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مكبرة لضبط تلك المخالفات وأصفرت تلك الجهود عن ضبط سبع قضايا بالمنوفية والبحيرة بمضبطات بلغت أكثر من 64 طن أعلاف حيوانية ومبيدات زراعية بدون ترخيص كما تم ضبط مصنع ومخزنين للمواد الغذائية بدون ترخيص بالبحيرة بداخلهم قرابة مليون عبوات مواد غذائية مجهولة المصدر الإدارة وجهت حملة مكبرة لاستهداف المصانع والمخازن غير المرخصة بالشرقية نجحت خلالها في ضبط سلاسة مصانع ومخزن بدون ترخيص لإنتاج وتداول المواد الغذائية ومستلزمات الانتاج الزراعي وإعادة تدوير زيوت المحركات المتهالكة وقد تم ضبط مئة طن مواد خام ومنتج نهائي لزيوت سيارات متهالكة منسوبة لشركات وهمية وأربعين طن مواد خام ومنتج نهائي لأعلاف حيوانية مجهولة المصدر وخمسة أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر وسلاسة أطنان منظفات صناعية منسوب إنتاجها لشركات وهمية وأصفر الجهود الإدارة بنطاق مدريتي أمن البحيرة والإسماعيلية عن ضبط سلاسة مصانع ومخزن بدون ترخيص بمضبطات بلغت نحو 289 طن مبيدات زراعية مجهولة المصدر ومقلدة و27 طن ونصف أسمدة ومخصبات زراعية مدعمة محضور تداولها بالأسواق و65 طن أعلاف حيوانية وداجينة وأسماك مغشوشة ومقلدة وأحد عشر طن مخلفات بلاستيك مغشوشة ومقلدة